اليوم لدينا موضوع مميز جداً وهو أحد الكتب التحفيزية التي أثارت الكثير من الحديث مؤخراً كتاب معافر بقلم سمير فرج إذا كنت تبحث عن دفعة من الإلهام أو تريد أن تعرف كيف يمكنك تطوير مهاراتك الناعمة لتكون أكثر نجاحاً وتأثيراً في حياتك فهذه الحلقة لك في هذه الحلقة سنلقي نظرة عميقة على الكتاب نناقش أهم نقاط القوة والضعف ونسلط الضوء على الأفكار التي يمكن أن تغير حياتك بالفعل هل أنتم مستعدون؟ فلنبدأ كتاب معافر هو أكثر من مجرد كتاب تحفيزي إنه خريطة طريق لمن يريد تحقيق النجاح في حياته الشخصية والمهنية سمير فرج يركز على ما يسميه المهارات الخفيفة أو المهارات الناعمة التي تشمل التواصل الفعال، التفاوض والقدرة على التكيف مع التحديات أكثر شيء يميز هذا الكتاب هو طريقته البسيطة والواضحة في تقديم هذه الأفكار سمير سيف يأخذك في رحلة مليئة بالقصص الواقعية والحكم التي يمكنك تطبيقها مباشرة في حياتك اليومية أول شيء ستلاحظه عند قراءة معافر هو أسلوبه الملهم والتحفيزي سمير يعتمد على قصص بسيطة وقريبة من الحياة اليومية تجعلك تشعر بأنك تستطيع فعلا مواجهة التحديات وتحقيق أحلامك في وقتنا الحالي المهارات التقنية ليست كافية للنجاح تحتاج إلى أن تكون قادرا على التواصل، التفكير بشكل نقدي والتكيف مع الظروف الكتاب يضع هذا الأمر في صلب رسالته نقطة أخرى قوية هي النصائح العملية سمير فرج لا يكتفي بالتنظير بل يقدم نصائح واضحة يمكنك تطبيقها مثل تحسين مهارات الاستماع أو تطوير مهارات التفاوض أو كيف تكون أكثر مرونة في مواجهة المشاكل سمير سيف يشرح كيف أن التواصل ليس مجرد كلمات بل هو أداة فعالة لبناء علاقات قوية وتحقيق النجاح استمع بعمق واستخدم لغة الجسد وتعلم كيف تعبر عن أفكارك بوضوح الكتاب يحمل رسالة قوية حول أهمية المثابرة في تحقيق النجاح مهما كانت التحديات التي تواجهك لا تستسلم استمر في المحاولة، فالفشل ليس نهاية الطريق أكثر ما يحتاجه الإنسان في عالم يتغير بسرعة هو القدرة على التكيف سمير فرج يناقش في معافر هذه المهارة بطريقة عملية جدا العالم حولنا مليء بالتحديات والمواقف التي تتطلب منا أن نكون أكثر مرونة سواء في العمل أو في حياتنا الشخصية يشرح الكتاب كيف أن التكيف ليس مجرد تفاعل مع التغيير بل هو القدرة على رؤية التغيير كفرصة للتعلم والنمو هل سبق وشعرت بالخوف من تجربة شيء جديد؟ قد يكون هذا هو المفتاح الذي يفتح أمامك أبواباً لم تتوقعها في كل مرة تتكيف مع موقف جديد تطور قدرتك على النجاح في مواجهة المواقف المستقبلية سمير يستخدم أمثلة من الحياة اليومية ليوظهر كيف أن التكيف مهارة ضرورية في كل جانب من جوانب حياتنا من التكيف مع بيئة عمل جديدة إلى التعامل مع التغييرات الشخصية يجعل الكتاب من التكيف أداة مهمة لتحويل العقبات إلى فرص أحد المواضيع التي تناولها الكتاب بتفصيل كبير هو فن التفاوض قد تبدو كلمة التفاوض شيئاً يخص رجال الأعمال فقط ولكن الكتاب يجعلنا ندرك أن التفاوض هو جزء من حياتنا اليومية سواء كنت تتفاوض على زيادة في راتبك أو حتى تفاوض أصدقائك على مكان تناول العشاء فالتفاوض مهارة يجب على كل شخص أن يتقنها سمير فرج يعطي نصائح عملية حول كيفية تطوير هذه المهارة أولاً يشير إلى أن التفاوض لا يعني الصراع أو الفوز على الآخر بل هو وسيلة لإيجاد حل مرضي للجميع النقطة الثانية المهمة هي أهمية الاستماع سمير يؤكد على أن المستمع الجيد هو المفاوض الناجح في الكثير من الأحيان يكون الشخص الذي يستمع بعمق للطرف الآخر هو الأكثر قدرة على تقديم حل يحظى بقبول الجميع والنصيحة الذهبية لا تخف من التنازل عندما يكون ذلك ضرورياً التفاوض ليس معركة للفوز دائماً بل هو تعاون لإيجاد أرضية مشتركة الفصل الذي يتناول مهارة رواية القصص في كتاب معافر هو بمثابة دليل إبداعي لاستكشاف فن سرد القصص كوسيلة قوية للتواصل مع الآخرين وإيصال الأفكار بفعالية الكاتب يبدأ بتشبيه مهارة سرد القصص بالسحر الذي يمكن من خلاله نقل المستمع إلى عوالم خيالية أو حقيقة ممتعة الهدف من هذا الفن هو جذب انتباه الجمهور وإثارة مشاعره بطريقة تجعل القصة تتردد في أذهانهم حتى بعد انتهائها الكاتب يوضح أن رواية القصص ليست مجرد وسيلة للترفيه بل هي لغة عالمية تفهمها جميع الثقافات يبرز أيضاً كيف يمكن لهذه المهارة أن تحسن من مهارات التواصل تنمي الإبداع وتقوي العلاقات الشخصية والاجتماعية من خلال القصص يمكننا فهم الآخرين بشكل أعمق والتأثير عليهم بطريقة فريدة واحدة من أبرز ميزات كتاب معافر هو تضمينه للعديد من القصص الواقعية والشخصيات الملهمة التي تعكس قيمة المثابرة والإصرار في مواجهة التحديات سمير فرج يأخذنا في رحلة عبر تجارب لأشخاص نجحوا ليس لأنهم كانوا أكثر ذكاء أو حظاً من غيرهم ولكن لأنهم كانوا أكثر صموداً وقدرة على الاستمرار رغم الصعاب ما يميز هذه القصص هو البساطة والواقعية فهي ليست عن أبطال خارقين أو رواد أعمال ناجحين بشكل فوري بل عن أشخاص عاديين واجهوا صعوبات يومية مثل الفشل في العمل أو الأزمات الشخصية لكنهم واصلوا السعي هذا يجعل القارئ يشعر أن النجاح ليس بعيد المنال وأنه متاح لكل شخص إذا كان مستعداً للاستمرار أعتقد أن هذه القصص تبرز نقطة مهمة النجاح ليس مقصوراً على فئة معينة أو مهارة معينة يمكن لأي شخص أن ينجح إذا امتلك الرغبة الحقيقية في تحسين نفسه سمير يوضح أن المثابرة هي المفتاح وكل قصة يرويها في الكتاب تعزز هذه الفكرة بطريقة ملهمة وعملية واحدة من أكثر اللحظات تأثيراً في الكتاب هي عندما يتحدث سمير عن أهمية مواجهة الخوف هو لا ينكر وجود الخوف بل يعترف به كجزء طبيعي من الرحلة لكنه يؤكد أن القوى الحقيقية تأتي من القدرة على المضي قدماً رغم هذا الخوف تخيل نفسك تواجه تحدياً جديداً سواء كان قراراً كبيراً أو حتى تجربة جديدة سمير يذكرك في كل صفحة أن النجاح يأتي لأولئك الذين يواصلون المحاولة حتى عندما تبدو الأمور صعبة بينما يركز الكتاب بشكل كبير على المهارات الناعمة والجانب العملي لتحقيق النجاح إلا أن هناك جانباً آخر مميز وهو الجانب الروحاني سمير فرج يعيدنا إلى الجذور حيث يشجع على التأمل في الحياة وتوجيه الثقة والإيمان بالله هذه الرسالة تضيف عمقاً للكتاب لأنها تذكرنا أن السعي والجهد لا يجب أن يكون ماديين فقط بل يتطلبان أيضاً توازناً روحياً وإيماناً بأن كل جهد يبذله الإنسان لا يضيع عند الله هذا الجانب الروحاني هو ما يعطي معافر لمسة فريدة إنه ليس مجرد كتاب عن المهارات والتواصل بل هو دعوة للاستمرار والعمل بروح متفائلة وثقة بأن الله معنا في هذه الرحلة أحد الأسئلة التي قد تراودنا عند قراءة كتاب مثل معافر هو لماذا اختار سمير فرج أن يكتب عن المهارات الخفيفة؟ في مقدمة الكتاب يوضح الكاتب إيمانه العميق بأن العالم لا يحتاج فقط إلى أذكياء في التكنولوجيا والعلوم بل إلى أناس يستطيعون التعامل مع الحياة بمهارات تواصل عالية تفكير نقدي وتفاوض فعال سمير فرج يرى أن هذه المهارات هي القوى العظمى الحقيقية التي يمكن أن تفتح أبواب النجاح أمام أي شخص بغض النظر عن تخصصه أو خلفيته لذلك كان هذا الكتاب نتاج بحث عميق وتجربة شخصية حول كيفية تحقيق التفوق والتميز من خلال هذه الأدوات العنوان نفسه معافر يحمل رسالة عميقة فالمعافرة هي فكرة المثابرة وعدم الاستسلام الكاتب هنا يشجع القارئ على أن يفهم أن النجاح ليس سهلا أو يأتي بين ليلة وضحاها يوضح سمير أن كل شخص مر بالمعاناة سواء في الحياة الشخصية أو المهنية يحتاج إلى فهم أن التقدم يأتي من المعافرة أي الاستمرار رغم كل التحديات قد تتساءل لمن هو هذا الكتاب من وجهة نظري معافر يناسب كل من يبحث عن تطوير ذاته سواء كنت في بداية حياتك المهنية أو طالبا في المدرسة أو الجامعة أو حتى شخصا يعمل بالفعل لكنه يشعر بأنه يحتاج إلى دفعة جديدة الكتاب مناسب لكل من يريد تحسين مهاراته الخفيفة وبناء علاقات أقوى وأكثر فعالية في نهاية الكتاب سامير يقدم تحديا للقارئ إنه يدعوك لتطبيق ما تعلمته من الكتاب على مدار ثلاثين يوما يطلب منك أن تختار مهارة أو هدفا معينا وتعمل على تطويره يوميا من خلال خطوات بسيطة سواء كان هدفك هو تحسين مهارات التفاوض أو تعلم التواصل الفعال أو حتى أن تصبح أكثر مرونة فإن التحدي يهدف إلى وضع النصائح موضع التنفيذ الفعلي هذا التحدي مثير للاهتمام لأنه يدفعك للالتزام بتطوير ذاتك بشكل يومي الأمر لا يتعلق فقط بقراءة الكتاب والشعور بالإلهام بل بوضع الأفكار في حيز التنفيذ ومع هذا التحدي ستبدأ في ملاحظة تغييرات حقيقية في حياتك بعد انتهاء الثلاثين يوما الآن نأتي إلى السؤال الأهم كيف يمكن لهذا الكتاب أن يغير حياتك؟ معافر لا يقدم وصفة سحرية للنجاح لكنه يعيد تشكيل طريقة تفكيرك إنه يغير نظرتك للعقبات من كونها جدرانا لا يمكن تجاوزها إلى فرص يمكن استخدامها لبناء سلالم للوصول إلى أهدافك ستتعلم كيف تكون أكثر صبرا وإصرارا كيف تطور علاقاتك من خلال التواصل العميق؟ ستفهم أهمية الاستماع الفعال وكيفية التفاوض بشكل يحقق مكاسب للطرفين الأهم من ذلك ستدرك أن النجاح ليس لحظة واحدة بل هو رحلة مستمرة من التحسين والتطوير الذاتي الكتاب يشجعك على البدء بخطوات صغيرة تلك الخطوات التي تتجمع معا لتصنع تحولا كبيرا في حياتك وستكتشف أن هذا التحول ليس شيئا مستحيلا أو بعيدا عن متناول يدك والآن حان الوقت للعمل كما يقول سمير في الكتاب لا تنتظر حتى تصبح أحلامك مجرد خيالات بعيدة المنال ابدأ اليوم حتى ولو بخطوة صغيرة في رحلة التغيير كلنا نمتلك القوة الكامنة التي تجعلنا قادرين على تحقيق أحلامنا لكن التحدي يكمن في إيماننا بأنفسنا وبقدرتنا على مواجهة العقبات كتاب معافر يعيدك إلى هذه الفكرة ويذكرك بأن المعافرة ليست مجرد كلمة بل هي أسلوب حياة أترككم اليوم مع سؤال ما هو التحدي الذي تواجهونه الآن كيف يمكنكم البدء في مواجهته بروح معافرة ضعوا خطة صغيرة والتزموا بها لمدة ثلاثين يوما وسترون كيف يمكن لتلك الخطوة الصغيرة أن تحدث تغييرا كبيرا في حياتكم شكرا لكم على الاستماع إلى حلقتنا اليوم لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة مع من تعتقدون أنهم بحاجة إلى القليل من التحفيز ونلقاكم في الحلقة القادمة مع المزيد من الكتب والأفكار التي تساعدكم على التطور والنجاح حتى ذلك الحين استمروا في المعافرة وحققوا أحلامكم ترجمة نانسي قنقر